تحدي كبير وبالتصرفات بتاعة النظام السابق انه يظلم يضرب يخلق حروب ده انا دار اقول للناس اللي عاملين فوبيا وتخويف وعشان ينفزوا من تحدي حقوق هدافن لن يعود النظام القديم مطلقا والنظام القديم ده من ستة وخمسين واش نظام البشير الوقع من ستة وخمسين لن يعود اي نظام ظالم مجموعة معينة نحن عارفين في السودان ده تاريخيا هي التي استأثرت بالسلطة وبالمال وبالموارد جحل الآخرين ضرب الآخرين كتل الآخرين ده نحن عارفين نهون هذا النظام القديم الممتد لغاية السقب في شهر 4 الفات لن يعود مطلقا او لو عاد الا يعود والدماء هي سيدة الموقف والشوارع لن يعود وايزوا اللي بفكر بالعقلية ده حقه يموت في بيته لن يعود نحن حنمره ده واحد اتنين الججداد ديل اذا دارين برضو يمارسوا نفس موارسة النظام القديم يكمموا الافواه يضيقوا على الآخرين يشققوا بالآخرين يمرضوا الآخرين استأثروا بالسروة وبالسلطة يؤخروا السلام صدقني حيلقوا نفس المواجهة السودان ده الآن نحن احرار شعب السوداني حر الآن الآخرين ده كلها حرة علي الإيمان ايزوا الحاول يعمل حاجة ما تتوافق مع الشارع السوداني وتظلموا الشارع السوداني حيقيف ضدها الشارع السودان الآن محصن وعارف من نلبي العالم نصف دقيقة ماذا تقول نخدم نصف دقيقة انا افتكر الآن خلونا نستفيد من التاريخ ده ونبني وضع انتقالي هادي اي قوة سواء كان المتهمة الآن هي حاولة تعمل عمل ضد الفترة الانتغالية عشان تعمل على قطعة ويرباكة هنوقفها والحتى القاعدين في الحكم اي تصرفات ما راشدة ما حكيمة ما مسؤولة عشان تربك المشهد وتعطل برضو الفترة الانتغالية وتحصرها في باب الاتهامات والاتهام المضاد والصراع العبسي والحاجات البجينة من بر وجوه برضو دي فعلها يصنف كفعل هذه احنا محتاجين لتسامح لتعافي لتصافي دولة بتاعت غانون ننهي الحرب نعمل سلام نشوف معاش الناس نبقل كل متساوي امام الغانون في دولة عايج بكرامة طيبة لحياة طيبة